السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا مراجعة سبع عطور من داربي ديكيت طبعا هو براند جديد يعني بدأ في إنتاج عطوره عام 2016 إلى اليوم اخترت سبع عطور أشوفها من العطور المشهورة من البراند يعني البراند أخذ صيد كبير في الفترة الأخيرة فحبيت أني أتكلم عن البراند هذا نبدأ بأول عطر من العطور هذه اللي هو نويدي سيبل طبعا العطر هذا باختصار شديد يعني بتكلم عن العطور باختصار شديد العطر هذا إذا تحب عطر اللي هو عود بلو انتنس من دار فرقرانس ديبوه رح يعجبك العطر هذا لكن العطر هذا طبعا نفس الأجواء ونفس الفايب ويمكن من أقرب العطور لعود بلو انتنس اللي هو العطر هذا لكن فيه اختلاف طبعا يعني فيه اختلاف أكيد بين العطرين العطر هذا تحس أنه في نوتة الروز أضافوها إلى العطر طبعا وعطته اللي هي جانب بودري يعني خصوصا في نهاية العطر تعطيك اللي هو الجانب البودري هذا طبعا بالنسبة لعود Blue Intense تحس انه Aquatic اكثر من العطر هذا العطر هذا تحس انه اكثر سبايسية تحس انه اكثر سبايسية اقل اكوتك فيه كريمية وبودرية في نهاية العطر طبعا واضح العنبر خصوصا في نهاية العطر تحس انه العطر هذا واضح فيه طبعا يناسب جميع عوقات العام للجنسين العطر هذا في نظري شخصي يعني اكثر من العود Blue Intense اللي اشوفه يعني يميل الجانب الرجالي اكثر أداء العطر أشوفه يعني إلى فوق المتوسط هذا بالنسبة لإختصار شديد للعطر الأول العطر اللي بعد كذا اللي هو روج سموكينغ العطر هذا تحس أنه فيه يعني نوتة بودرية واضحة تعرف اللي هي رائحة البودر والمكياج النسائي مع اللي هي رائحة الفانيلا ففيه امتزاج يعني ما بين الرائحتين هذه فهو عبارة عن فعلا رائع على اسمه اللي هو الروج الأحمر أو اللي نقول الأحمر سموكينغ أو زي كذا طبعا بالفرنسي فهنا اللي هي تحس فعلا رائحة المكياج مع الفانيلا بشكل بودري يعني شديد جدا طبعا العطر يميل للجانب النسائي بشكل كبير وفيه لمسة مسكية جميلة يعني في العطر تحس أن العطر فيه لمسة مسكية جميلة مع الجانب البودري والفانيلا يعني فيه برضو شوي سويتية العطر هذا العطر اللي بعت كذا اللي هو عود أبرامات العطر هذا سموكي عطر سموكي وفيه جانب لذري واضح وخشبي بخوري طبعا هنا العود اللي مستخدم في العطر ما توقع أنه يعني عود طبيعي لكنه يعني ما أخذ اللي هي طبيعة العود يعني حيانا العود الفرنسية والعود على الطريقة الفرنسية يعني على أمسة شرقية فيه جانب أنا ملك يعني واضح في العطر يعني باختصار شديد إذا تحب اللي هو عطر عود رويل من دار أرماني رح يعجبك العطر هذا أداء العطر أشوفه يعني فوق المتوسط يوصل لمرحلة الممتاز عطر شتوي بشكل كبير العطر اللي بعد كذا اللي هو وود جازمن وود جازمن أنا شوفه أنه عطر جميل فيه نظري الشخصية أشوفه للجنسين يعني ما فيه يعني ما تحس أنه مكرر بشكل كبير طبعا فيه لمسة فروتية يعني تحسها خصوصا في فتاحية العطر بعدين ياخذ جانب السموكي لكن بشكل ناعم طبعا مع وجود الياسمين يعني طبعا الياسمين اللي موجود في العطر هذا ما هو بأندولك فيه لمسة بوز برضو أحسها في العطر يعني يعطيني اللي هو الجانب السمي كورموند يعني ما هو كورموند بمعنى صريح لكنه سمي كورموند بشكل كبير فهذا بالنسبة لي وود جازمن العطر اللي بعد كذا اللي هو غريس كرانال العطر هذا هو يعني في نظري الشخصي أشوفه عطر خشب صندل طبعا للجنسين مع عطر خشب الصندل تحس فيه لمسة اللي هو زارة السوسن يعني ما يعطيها جانب بودري لكن يعني ما هو بودري يعني طاغي على العطر أو ما أخذ بشكل كبير حتى خشب الصندل اللي في العطر هنا ما هو مودي الجانب كريمي مع لمسة تابلية تحس أنه فيه جانب تابي اللي موجود في العطر برغو فيه لمسة سموكية جميلة في العطر يعني أتوقع أنها من الفتفر هنا أعطت جاء يعني غيرت شوي من طابع العطر على أنه يكون بودري أو يكون كريمي بشكل كبير بسبب السوسن وخشاب الصندل فهنا إضافة الصراحة الفتفر يعني غيرت شوي من طابع العطر وشوفوا من العطور الجميلة الصراحة من البراند هذا أداء العطر هذا فوق المتوسط اللي بعد كذا اللي هو تابل روز أمبريال تابل روز أمبريال أشوفوا عطر نسائي جميل ومن أجمل العطور اللي مرت علي في توظيف نوتة التابل روز يعني هنا نوتة التابل روز أحس إنه مائلة للجانب الكاندي يعني كأنه فيها جانب كاندي لذيذ وجدا بالصراحة في العطر هذا طبعا زي ما قلت لك هنا أشوف العطر يميل للجانب النسائي مع أداء ممتاز بالنسبة للعطر هذا آخر عطر اللي هو كريم كوير طبعا العطر هذا ما توقعت أنه يكون عطر لذري لكنه ما هو بلذري بمعنى لذري العطر هذا للجنسين مع أنه يميل شوي للجانب النسائي طبعا هو في الأساس عطر مسكي بامتياز في جانب فنيلا في لمسة سويتية واضحة في العطر العطر هذا أشوف أنه مكرر بشكل كبير يعني خصوصا لبعض عطور ديور يعني في بعض عطور ديور نسائية تحس أن العطر هذا يميل للعطور هذي طبعا زي ما قلت لك فيه نوتة فنيلا فيه لمسة الزهور الصفرة مثل الإلينغ وفيه لمسة كريمية برضه من خشب الصندل فهذا باختصار سبع عطور من دار بي دي كي هل جربت عطور البراند هذا وش أفضل العطور اللي جربتوها من البراند هذا اكتبوا ليها في قسم التعليقات وإذا عجبكم الفيديو هذا طبعا فيه نقطة هنا مهمة لو سألتني وش أفضل العطور اللي ممكن تفضلها أنت يعني من المجموعة السبعة هذه أقول لك وود جازمين جميل جدا في نظري الشخصي غريس كرانال برضو جميل جدا في نظري الشخصي نوي دي سي بالمشكلتي معه مع أني أحب اللي هو عود بلو انتنس لكن هنا مشكلتي معه من منتصف العطر لنهاية العطر يعني الورد هنا معطي الجانب البودري بشكل واضح في العطر يعني أحتار فيه ما أقول لك أنه هو الأفضل لكنه بالنسبة لو جازمين وغريس كرانال وتبروز امبريال أشوفهم الثلاث عطور جميلة من البران وبس هذا هو يعطيكم العافية وإذا عجبكم الفيديو هذا أتمنى منكم الاشتراك في القناة برضو متابعتي على الانستغرام رح حط لك رابط صفحتي على الانستغرام في وصف الفيديو وأتمنى منكم الاشتراك في القناة ودعمها بالشير واللايك وإن شاء الله أحلام العطر لباسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة